ومش بس فأيام قائن وهابيل حتى في الديانات القديمة سواء المصريين القدماء بحال ما طبعا يمسح ملكا أو طبعا فرعونا على مصر بياخد كم الوقت من الهائل لبناء قبر وهذا ما نسمي اليوم الأهرامات اللي هي عبارة كمان عن قبور واكتشفوا في هذه القبور طبعا كثير من الذهب والأسلحة والأكل والأموال لأنهم كانوا يؤمنون بعالم آخر عالم روحي ما بعد هذا الموت وهكذا أحبائي منذ بداية الأيام الله أعلن عن ذاته وأن الإنسان يأتي إلى الله من خلال الذبيحة اليوم الأديان بحاول كل شخص يرضي الله على طريقته وبيحاول يكون مقبول أمام الله السبت أو الأربعاء اللي مضى تكلمنا عن عن كيف أرضي الله وتكلمنا عن الصوم الحقيقي والسؤال ما زال أنه كثير من الناس بتحاول تصوم كفريضة بتحاول تعمل صدقات وحسنات وتقوم في الحج أو حتى أنه يذهب إلى القدس ويصنع أمور كثيرة لكي يصل إلى الله ويرضي الله وطبعا الكتاب واضح بكل الوضوح بدون إيمان لا يمكن إرضاء الله فإذن كيف أرضيه وكيف أكون مقبول عند الله